اعلنت وزارة الداخلية الكويتية مساء امس استدعاء الفنان طلال سام بعد اتهامات وجهت له على السوشال ميديا بالتحريض على الانتحار وذلك من خلال بث مباشر عبر الانستجرام من شاهد الفيديو الذي نعتذر عن نشرة يرى هذا الفنان وهو يصور نفسه بالطبع من هاتفيه ويقترب من حافظ سلم ثم ترى يقترب اكثر فاكثر قائلا يا اطفال جاهزين وثم بشكل صادم يرمي الهاتف ارضا من طابق مرتفع الجمهور لم يفهم الغاية بالموضوع وعن سبب رميه هاتفه من ارتفاع عالي ولماذا استخدم كلمة اطفال لكن اخرين لاحظوا ان الامر يعتبر تحريضا على الانتحار وتسجيعا عليه وهو ما دفعهم للتبليغ على الفيديو واقتطاعه ونشره في مواقع اخرى مطالبين بمحاسبته الداخلية الكويتية استجابت بشكل سريع لهذه الواقعة وغردت مساء امس عبر حسابها على تويتر بخبر مفاده انه تم استدعاء الرجل الى التحقيق وتحويله للجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه بالمقابل دافع بعض المغردين عن الفنان طلال سام انه دائما ما يقوم برمي هاتفه بعد كل بث مباشر يقوم به وهو لا يعني اي شيء غير انه اسلوب يتبعوه ومتابعوه يعلمون هذا الامر ونشروا فيديو سابق لبث قديم يثبت هذا الشيء دعونا نشاهد الفكرة ناسم هدوء هدوء بعد ما قد تكون من فوق ربث رح يتذكر اوكي يلا لنقرأ التعليقات الان ونبدأ من احمد بن سلطان الذي كتب معلقا اللي يتابع ويعرف طلال سام يعرف انه دائما مع نهاية كل بث يحذف التالفون وموضوع التحريض مو صحيح صح انه غلط في الجملة وقال يا اطفال بس انه واثق انه ما يحرضهم على الانتحار وجهة نظر بدر علق قائلا ايضا كلش ما شوف بالفيديو الشي وايد كبروا الموضوع اخيرا تعليق من خالد علق قائلا شكرا وزارة الداخلية فعلا يجب محاسبة كل شخص يتهاون او يحرض على فعل خطأ